في فيديو الفترة اللي فاتت يمكن يكون الناس شافته ويمكن يكون الناس ما شافتهوش بس يعني وجب الاشارة لي فيديو بيتكلم عن قناة السويس الجديدة وانها مشروع ملوش لازمة وانها ما بتحققش اي نفع لخزنة الدولة ان ما فيش ارادات منها انها كلفت اكتر ما بتجيب ارادات ويعني في الوقت اللي احنا بنحتفل فيه بالذكرى الستة لافتتاح قناة السويس الجديدة طبعا كان فيه تواصل من المركز الاعلامي المجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس عشان يخرجوا بهذا البيان اللي حضراتكو شايفينه قدامكو يعني الرد بالارقام اذا كان الناس بتقول انها ما بتحققش ارادات او ما بتعليش الارادات اللي موجودة في قناة السويس فزي ما قلت لقدراتكو مجلس الوزراء تواصل مع هيئة قناة السويس وقالوا ان في العام 2021 قناة السويس حققت اعلى ايراد سنوي في تاريخها بواقع 5 مليار 840 مليون دولار وده في الوقت اللي تأثرت فيه حركة التجارة الدولية طبعا بسبب ازمة فارس كورونا يعني ده غير بقى بجانب الرقم اللي انت قلتو يا حسام هنتكلم في عبور 97 سفينة النهار ده مظهور قبل كده كانت 77 سفينة ده غير ان رقم كمان يعني الارادات خلينا نركز بس في الجملة اعلى ايراد لقناة السويس اعلى ايراد لو هنتكلم بلغة الاقتصاد شوية عشان نقارن دلوقتي الاقتصاد حاليا في 2021 لو قارن مقارنة سليمة ماينفعش قارنه ب2020 لانها كانت سنة استثنائية لكن لو عايزة قارن عشان اشوف انا فعلا بتقدم اولاها قارن ب2019 او ما قبل كورونا احنا نتكلم في اعلى ايراد لقناة السويس مش بس ان هي تعافت بعد كورونا لا اعلى ايراد لقناة السويس نتكلم كمان انه يعني انا مش عارفة بصراحة اللي طلع الاشاعة دي هو ليه لسه مكمل فيها يعني حصل مواقف كتير جدا بيانت اهمية قناة السويس واهمية كمان قناة جديدة يعني لو حصل وكانت سفينة ايفر جيفن جنحت في ضل الظروف القديمة لقناة السويس كان صعب جدا ان احنا نعيد تعاومها مرة تانية السفن كمان هي كمان فيها تطوير على طول احنا دلوقتي السفن وهيئة او مجرى جديد او قناة جديدة السفن تقدر تعدي فيها لغاية غاية 66 يعني السفن بتكبر محتاجين قناة تكبر عشان نقدر نواكب تطور السفن الموجودة كمان على اي حال خلينا ننتقل لخبر اخر واتمنى يعني احنا ما نصقش وراء هذه الاشعاعات واتمنى انه يعني نجدد حتى في الاشعاعات يعني كفاية بقى نفضل نعيد ونزيد في نفس الموضوع وخلاص اثبتنا بكل المقيس مش بس المرويين هذه الاشعاعات للعالم كله اهمية كل خطوة كل مشروع الدولة المصرية حقيقي بتقوم بي دلوقتي واهمية الدراسات اللي بتعملها ومدى دقتها كمان اشتركوا في القناة